بيبدأ الفيلم بأدريان منك وهو محقق مشهور جدا في الشرطة وقام بحل 140 قضية قتل لكن دلوقتي هو تقاعد لأنه بيعاني من الوسواس القهري لأنه ساعة كورونا قضى سنتين في البيت وقعد من الشغل وفضل يحلل لنفسه كل 20 دقيقة وبقى عنده فوبيا من المرض وبيكون شغال دلوقتي في مجلة بيكتبلهم كتاب عن 140 قضية قتل اللي هو حلها لكن أسلوبه مش بيعجب الإدارة لأنه لما بيكتب أي حاجة عن القضية بيكتبها في صفحتين وبقى الصفحات بيكتب عن البتجاز بتاعه أو المكنسة الكهربائية بتاعته وإزاي بتشتغل وكلام كتير ملهوش لازمة وما فيش حد بيهتم بيه أصلا وساعتها بيطلبوا منه العربون اللي هو كان أخده وهو بيتصدم جدا وبيترجاه منهم يفكروا مرة تانية وهو أكيد هيزبط الشغل المرة اللي جاية لكن هما بيكونوا مصممين لأن الطلب جاء من الإدارة العليا وهو بيتدايق جدا لأن الفلوس اللي كان أخدها علشان زواج مولي بنت زوجته واللي قعدت جنبه وراعته ووقت كورونا وطلبت منه أنه يتكفل بمصاريف الفرح بتاعها وبيطلع من المكتب وهو مخنوق من الدنيا كلها وحس أنه فشل وبكده يكون دمر فرح مولي وبيقرب من ناحية الشباك وبيبص تحت وبيقرر أنه يفتح الإزاز وعلى وشك أنه يرمي نفسه لكن بتظهر وراه واحدة وبتحذره من اللي هيعمله وإنه مش صح وبنشوف اللي بتكلمه مش موجودة أصلا وهو الوحيد اللي شايفها وبيروح للمطار وهو متدمر خالص وبيشيل يفطأ أن الفرح ملغي لكن مولي بتوصل وبتقوله ما يقلقش من حاجة وأن المساحة الخلفية في البيت حلوة جدا وجريفين بيحمد ربنا أن المساحة صغيرة علشان ما يعزمش قريبه الأشرار وبيقفوا مع بعض وبتوصل نتالي ومولي بتجرى عليه وبيحضنه بعض ومانك بيلف وشه وبيكون زعلان منها وساعتها هي بتجيله بتكون حبا جدا وإنها كانت مساعدته بقالها 12 سنة وهو متدايق منها لأنه فكرها بعيته لما سافرت مع ستيفن لكن كان غصب عنها أنها سابته وهو كان مدير كويس بالنسبة لها وبتعتذر له ومولي بتصلح ما بينهم الموضوع وبيحضنه بعض وبتقوله أنها دلوقتي بقت سمسارة عقرات مشهورة جدا وشطرة وعايزها يفرح بنجاحها وبيوصل راندي وبيسلم على مانك لكنه ما بيردش السلام وبيكون زعلان برضو منه علشان هو كمان ماشي وقبل بالوظيفة وسافر رغم أن مانك هو اللي قاله يسافر وما يبصش وراه تاني ويبتدي حياة جديدة ولما بيمشي مولي بتحكي لهم أن من ساعة قضية ترودي وهو حالته مش متزبطة والوسواس القهري بوصله حياته بسبب قعدته في البيت وإنها كانت هاتي الجنن لولان جريفن في حياتها ومانك بيروح البيت وبيجيه عامل التوصيل من الصيدلية وهو جايب له الدواء بتاعه وبيقوله أن دي آخر مرة هياخد فيها الدواء ولازم يتصله بدكتور بيل علشان يشوفه هيكتبله نفس الدواء ولا لأ لكن منك بيقوله لأ مفيش داعي كده تمام وهو مش عايز تاني أصلا وما بيكونش معاه فكة غير 20 دولار ولازم يدي للشاب ده فلوس بقشيش ليه ومنك بيعرق جدا وبيقدم له لـ 20 دولار لكن كل شوية بيصعب عليه نفسه لأن 20 دولار ده رقم كبير جدا ومش عايز يديلي الشاب كده على طول وكل ما الشاب يمدي إيده ومنك بيرجع إيده تاني ومش عايز يديهاله لكن في النهاية بيقرر أنه يستسلم ويدله لـ 20 دولار وبيقفل الباب بسرعة علشان ما ياخدهاش منه تاني ويرجعه لنفس النقطة وبيدخل الحمام وبيحط علبة الدواء على البقين وبيكون ما أخدش الدواء بقاله فترة طويلة جدا وبيعلم في كشكول خاص بيه أنه ما أخدش الدواء النهاردة وبيكون بعد ثلاث أيام كاتب معاد وهو برودي وبيروح بعدها للدكتور بيل وبيكلمه بخصوص محاضرته اللي قالها في الراديو وبيكون ذكر فيها أربع مرضة وبيكون كان قصده عن الأمراض اللي عند مونك وبيتكلمه مع بعض أنه ما ينفعش يأس من الحياة وأنه بالرغم أنه فقد عقد كتابه اللي كان هيعمله لكن برضه لست بيجي له دعاوي للشغل وجريفن بيكون عند ريك إيدن الملياردير المعروف وريك بيختبر الصاروخ اللي هيلف بيه كوكب الأرض وزوجته بتقرب من جريفن وبتكون عرفها وبتقرأ مقالاته لكن طبعا من غير ما زوجه هيعرف حاجة وبعد ما الاختبار بينجح بيطلعوا بره مع بعض وريك بيتكلم أنه هما الاتنين متشابهين إلى حد كبير وبيعشاؤوا المغامرة زي بعض لأن جريفن معروف بالألعاب الخطيرة وأنه قبل كده طار ناحية بوركان نشط لكن جريفن ما بيكونش جاي يتكلم في المواضيع الشخصية وبيقطعوا بيقولوا أنه جاي يتكلم عن شريكه السابق هارلينت روسميث لكن ريك بيتدايق وبيقولوا أنه مش عايز يتكلم عن الموضوع لكن جريفن بيصر أنه يعرف اللي حصل وساعتها ريك بيقولوا أنه غرق لما كان بيغوص لكن في الواقع ريك هو اللي غرقه وعطى للبحارة فلوس كتيرة جدا مقابل سكتهم وريك بيهددوا أنه يخلي باله من نفسه علشان المرة اللي جاية هيقع في بوركان نشط بجد وبعدها فيه شخص بيتسحب للبيت بتاع جريفن وبيدخل للمستودع اللي بيشتغل فيه وتاني يوم الصبح جريفن بيقس الحبل بتاعه علشان رايح ينط من فوق الكبري ويمارس الرياضة المفضلة وبعد ما بيخلص بيروح مع مولي على الكبري وبيستعد علشان ينط وهي طبعا بتخاف أنها تبص وساعتها بينط وبيكون مستمتع جدا لكن فيه حاجة بتحصل غلط وبيموت ومولي بتجري علشان تشوفه لكن بيمنعوها وبيقولوا أن الحبل كان أطول من اللازم بمترين وأكيد هو غلط في القياس ومانكي بيكون قاعد في الجنينة وبيتخيل زوجته المتوفية أنها قاعدة معاه وبيقولها أنه خلاص قرى بيجي لها وبيجي له راندي وبيبلغوا باللي حصل وبيجري بسرعة ومولي بتكون منهارة من العياط وبيوصل لها مانكي بأسرع ما عنده وبيهون عليها وبعدها بأسبوع بيروحوا المحكمة علشان يشوفوا الحل في القضية ومانكي بيكون جايب معاه مكنة المطهر بتاعته وما بيسمحش لأي شخص أنه يستخدمها والمحكمة بيكون قرارها إجماع أنه مات عن طريق الخطأ والبقيين بيفضلوا يتحيلوا على مانكي أنه يحل القضية لكنه بيكون متوتر وبيقول أنه عنده حاجات شخصية جدا لازم يخلصها الأول وهو كان ما أجلها أسبوع لغاية دلوقتي وبيكون أصدع الانتحار لكن لما بيفكر شوية بيقرر أنه يروح معاهم وبيعرف أن مولي سمعت من راجل كان لابس طاقية وحاطت منكير أبيض أنه قال لها الحبل كان أطول بمترين وأنه لو شخص عادي كان قال كلمة حوالي متر ونص أو مترين يعني ما كانش أكد على المترين بالزبط وكمان تحقيق الشرطة أثبت أن الحبل كان أطول بمترين بالزبط يعني كده الشخص ده عارف بلا حصل وبسبب خبرة وزكاء مانك بيعرف أن لعابين البسبول بيحطوا منكير أبيض في إيديهم وده هيسهل عليه البحث جدا وبيوصلوا للمكان اللي جريفن بيشتغل فيه وبيفتشه كويس ومانك بيلاقي أن الجواز مش مترتبة بشكل صحيح وده معناه أن فيه شخص اختحى من مكان وبيلاقي قشر من دهان الشباك وبيطلع بره علشان يكتشف أي حاجة وبيلاقي أن فروع الشجرة مكسورة وده بيثبت أكتر أنها كانت عملية قتل لكن المشكلة اللي وقفة قدامه دلوقتي أن جريفن هو اللي قاس الحبل بنفسه فإزاي جريمة قتل وراندي بيوصلوا معاه صورة للراجل اللي كان على الجسر وبيعرفوا أن اسمه لوكاس كوبريك وشغال في شركة ريك إيدن وبكده يكونوا تأكدوا أن ريك هو اللي وراء موت جريفن وبيروحوا يزوروا ريك في البيت وعلشان بيكونوا عارفين رئيس الأمن ليلاند فبيحددوا معاهد قريب جدا وبيدخولوا يتهموه أنه هو اللي قتل جريفن بعد ما هدده لكنه بينكر أن لي أي علاقة باللي حصل وساعتها بيكشفوا له الخبر بتاع شريكو هارليند روسميف وأنه أخذ نص الشركة التانية فبكده يكون كسب من موته وساعتها ليلاند بياخد مونك في قضة تانية وبيزعق له أنه ضحك عليه وما كانش يعرف أنهم جايين علشان يتهموا ريك لكن مونك بيكون تأكد أن ريك هو اللي قتل جريفن وبيلاقي مجلة جريفن عنده وبيلاحظوا محاطط لوحة أصلية وأن اللوحة بتشدوا جدا وبيتعرفوا حاجة معينة وبيوصل لمولي وبتوري كل الناس اللي كانوا هناك وبيطلب منها تبحث أكتر وبيشوف بادلة جريفن وبيلاقي فيها الورقة اللي المفروض كان يقولها في الفرح ومولي بتنهار من العياط وبتحطم مونك وهو بيقولها أنه عنده جواكد بيدل تانية يعني عادي تعايت برحتها وبيروح للإسم علشان يعرف آخر التحديثات وللاندي بيروح معاه لأنه صديقه من زمان ويعرفه كويس وكان شغال معاه قبل كده وبيكونوا عايزين مونك يرجع يشتغل مستشار للشرطة من تاني لأن في 22 قضية قتل مفتوحة ولسه ما تحلتش لكنه بيرفض لأنه عنده حاجات تانية لازم يخلصها بنفسه لكن نتالي بتاخد الكارنيه الدايم وبتحطه المونك وبيدخول ودوره في كاميرات الجسر وبيشوفه كل الناس ومونك بيتكلم مع ليلاند عن انفراد وبيقوله أنه ريك هو اللي قتله لكن ليلاند بيرفض أنه يصدق اللي بيحصل لأن حياته الجديدة عجبية ومفيش حاجة نقصاء وبعدها بيروح لدكتور بيل وبيكلمه عن اللي بيحصل في حياته بعد ما رجع لشغله من جديد فمونك بيقوله أنه شعور مخيف جدا وأنه شاكك في ريك لكن في نفس الوقت مش شاكك فيه ومتأكد وده مسبب له حيرة كبيرة لأن كمان ليلاند مصدق أن ريك ما عملش حاجة وبيسأله إذا كان لسه بيشوف زوجته ترودي ورغم أنه مونك شايفها قاعد على الكنبة إلا أنه بيجذب وبيقوله مش موجودة ساعتها دكتور بيل بيطلع مناديل وبيبدأ يعيط وبيقوله أنه تقاعد من الطب من شهرين لكنه بيحب مونك جدا ودلوقتي هو مريضه الوحيد اللي لازم يساعد نفسه ويشوف كل اللي هو حققه ومونك بيعيطه وكمان لكن بيقوله أنه معدل الجرائم ارتفع أكتر وبيوريله أنه فيه جرائم كتيرة لكن بعدها بيلاحظ أنه فيه شخص بيهدد ملجأ حيوانات والتون وريك إيدن بيروح المصنع بتاعه وبيتكلم مع لوكاس كوبريك وبيقوله أن المحقق جاله البيت وبيسأله عنه ولوكاس بيقوله أنه نفذ الموضوع زي ما قاله بالزبط ولو عاوزه يقضي على مونك هيعملها من غير فلوس لكن ريك بيقوله لا خلاص وأنه عمل المطلوب منه وكفاية وللاند بيكون في قضة المراقبة وبيلاحظ أن ريك بيتكلم مع لوكاس وده معناه أن مونك عنده حق وريك متورط في القضية ومونك بيروح ملجأ الحيوانات وبيشوف الرسالة وبيقارن الخط بخط ريك وبيلاقيه مطابق تماما وكمان لما كان في بيته من يومين شاف ملاحظة مكتوب فيها نفس عنوان الملجأ فبكده يبقى ريك إيدن هو اللي بعت لهم التهديد لكن لسه مش فهم ليه وبيلاقوا كلب صغير اسم والتون وهو أعمى فممكن ينفذوا عليه الموت الرحيم لكن نتالي بتشوف تشابه كتير بين تصرفات الكلب وتصرفات مونك وبتقوله يا تبناه وهو في العربية وبيوصل طلب بتاعتها بيعرف ان ريك كان بيخطط يبعت رسائل تهديد لكذا شركة واختار ملجأ الحيوانات علشان ينفس جريمته ويموت لوكاس بعد ما عارف انه تكشف وبيحاولوا يجروا وراه بسرعة لكن نتالي ما بتعرفش تعدل العربية بسرعة وبتفضل تحاول كتير علشان تعدل العربية لغاية ما مونك بيزهق وبينزم العربية ويجروا ورا لوكاس علشان يحذروا نشايل قنبلة لكن قبل ما بيبلغوا القنبلة بتنفجر ولوكاس بيموت ومونك بيدوس على فضلات في الارض وبيقع على الارض وبيفضل يعاية ونتالي بتفكر انه حصله حاجة من القنبلة وبتحاول تطمن عليه وهو بيقولها انهم لازم يقطعوا له رجله لانه مش هيقدر يستحمل ولما بتبصه على الجزمة بتسيبه وبتمشي وبتكون عايزة تشتمه وبعدها بيقعد على جنب وبيكون قلع الجزمة ودفنها في الرملة لانه ليسواس القهر اللي عنده رهيب جدا وبشكل لا يطاق وبيجيله للاند وبيعرفه ان ريك هو السبب في اللي حصل وانه مش هيستقل دلوقتي وهيساعده الاول علشان يقبضوا عليه وبيقدر يدخلوا الحفلة علشان يتسلل لقودة الكمبيوتر وياخد الدليل من عليه لكن بما ان مونك مهووس بالحاجات وانها لازم تكون مصبوطة وما فيش فيها غلطة فبيوقف قدامه ناس كتير جدا لغاية ما ريك بيعرف انه وصل وبياخده على المكتب بتاعه وساعتها بيعترف ان هو اللي قتل جريفن بعد ما عرض عليه منصب مميز في الشركة بتاعته لكنه رفضه ودلوقتي هيعرض عليه عرض جديد وهو مليار دولار علشان يبعد عنه تماما وينسى الموضوع ومليار دولار طبعا مبلغ كبير جدا وممكن يغري اي حد لكن مونك بيرفضه وبيقوله الفلوس مش ممكن تشتري اي حاجة وريك بيضحك وبيخرج يتفرج على الالعاب النارية اللي برا وساعتها مونك بيسرق الكمبيوتر وبيجري بيبعيد وبيولع النور بالغلط وبيطفي بسرعة لكن بسبب وسواسه القهري بيضطر يرجع يشغله ويطفي كذا مرة وربعض وساعتها ريك بيكون يعرف مكانه وبيجري وراه وهو ماسك سلاح في ايده وبيوصله عند منحضر وساعتها ريك بينتصر عليه وبيرجع الكمبيوتر بتاعه وبيرميه من فوق التل على المية وبيكون متأكد انه مات لكن بعد فترة بيرجع تاني المولي وبتكون العروسة اللعبة اللي رموها في بداية الحفلة اللي انقذته من الغرق ومولي بتقلق عليه جدا وبتقوله ينسى الموضوع وانها خلاص مرتاحة كده وعايزة تكمل حياتها لكنه بيقول لها نعترف بقتل جريفن قدامه بس ما قالهوش ازاي وده اللي هم محتاجينه علشان يقبضوا عليه لكنه بيروح وبيزبط كل حاجة في بيته وبيستعد علشان هيموت ويروح له زوجته وبيدخل مطجر التوابيت علشان يشوف واحد يعجبه لكن التوقامين بيتكلموا كتير وبيفضلوا يتجدلوا مع بعض لما منك قال لهم ان واحد منهم راسه اكبر متاني بستة ملي وساعتها لما شاف المترين اللي هم قاسوا بي دماغهم عارف الطريقة اللي استخدمها ريك علشان يقتل جريفن وهو انه عارف عنه كل حاجة وعارف انه بيقس الحبل بنفسه علشان كده خلى لوكاس يصنع مترين زيادة شوية عن اللي عنده وبعدها اقتحن بيته وبدله وده اللي ادى لموت جريفن وريك ايدن بيكون في الطيارة وعلى وشك انه يطلع رحلته حول الارض لكن بتيجي مذكرة علشان يقبضوا عليه بتهمة القتل ومانك بيكون برا الباب وبيلاحظ ان الازاز مش نظيف وعلشان هو عنده وسواس قهري ومشتته ومجننة فبيرش مياه وبيبدأ ينظفه وبعدها بيفتح الباب وساعتها ريك بيتفاجئ ان مانك لسه عايش وما ماتش بعد ما رمى من فوق المنحضر وبيتم القبض على ريك ايدن والكل بيكون مبسوط واخيرا حققه العدالة ومانك بيروح الجنينة اللي كان بيقعد فيها مع زوجته وبيرص الدواء بتاعه وبيستعده علشان ينتحر لكن ترودي بتظهر له وبتحاول تمنعه وبتقوله انها مش لوحدها وساعتها بيظهر جريفن وبيقوله انه ساعده وتكلم باسمه وجاب له العدالة ودلوقتي هو كويس وبيظهر كم شخص من الناس اللي هو حل قضاياهم زمان وبيشكروه علشان حقق لهم العدالة وبقوا مرتحين دلوقتي وفي واحدة ظهرة وهو مش عارفها فبتقوله انها لسه في تلاجة الجثث مستنياة علشان يحل القضية بتاعتها وساعتها بيقرر انه مش هنتحر وهيكمل مساعدة الناس وحل القضايا ومولي بتوصله بتديله الكرنيه بتاعه وبيكون جاهز انه يشتغل مستشار للشرطة وبيتمشى الوحده وهو فرحان وبيكون ماشي وراءه 141 شخص اللي هو حل قضاياهم قبل كده وفي نهاية الفيلم نتالي بتسيب له رسالة في البيت وبتقوله انهم يعثنوا ببعض كويس وبيشوف الكلب بيتحرك وبيقف قدامه وبيفرح بيك جدا وهنا بينتهي في المنى ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة